ترجمة نانسي قنقر التوفيق والنجاح وأكد الوزير خلال كلمته أن مملكة البحرين تؤيد ما ورد في مشروع الاستراتيجية المتوسطة متوسطة الأجل للفترة من 2022 إلى 2029 المنظمة باعتبارها مختبرة للأفكار ومحفزة للتعاون الدولي لبناء حصون السلام وتعزيز التنمية المستدامة وأشار الوزير إلى الدور المحورية الذي تلعبه جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم في تكريم المبادرات المتميزة في مختلف الظروف وأوضح النعم بأن مملكة البحرين اتخذت كافة الإجراءات لضمان بقاء التعليم ضمن أولويات السياسات الحكومية والاهتمام بتطويره وأكدا بأن البحرين قد حولت التحدي الذي فرضته جائحة كورونا إلى فرصة حقيقية للنجاح لتطوير آليات عملها سواء من خلال ما يغفره مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل من فرصة كبيرة للتعلم الإلكتروني الرقمي أو من خلال الدروس المركزية والبوابة التعليمية لوزارة التربية والتعليم وفي ختام كلمته أكد الوزير أن مملكة البحرين في ظل العهد الزائر لجلالة الملك المفدة ستظل تدعم منظمة اليونسكو لتحقيق أهدافها الإنسانية وقيمها النبيلة ترجمة نانسي قنقر